السلام عليكم متابعيني شونكم حبايب ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية اليوم ان شاء الله راح اقدم لكم طريقة عامل الصاج من الخبز مال الصاج والحشوة وطريقة عاملها ان شاء الله سهلة وبسيطة وسوي طبعا انواع من المقبلات اللي هي الفتوش حمص بطحينة والتفاحية وان شاء الله هذي طرق كلها سهلة وبسيطة والكل يقدر يشتغلها بالبيت وهسه قبل لا نبدأ الفيديو ان شاء الله لا تنسوني حبايبي باللايك اللايك كلش مهم لتصعيد الفيديو هسه راح ابدأ بالعجينة مالة الخبز الصاج اللي هي سبع كواب طحين خليت سبع كواب طحين اي كوب عدكم المهم يعني انه بنفس الكوب تشتغلين به طحين صفر متعدد الاستعمالات ضرفين فانيلا العفو ضرفين بيكم باودر رشة ملح يعني الملح اتشي تقريبا خاشوقة كوب وهسه راح ابدي بالعجن اصب كوب كوب ماي الى ان تتماسك عندي العجينة طبعا ما راح اريت العجينة لينا ولا هي يعني قاسية بالفتح اريتها وسط هاي خليت كوبين ماي ورح اعجن واشوف احتاجه يعني خبز الصاج طبعا بالبيت يعني اصرف من دشترينا من البرة لانه غالي البره غالي يعني يمكن عشر خبزات ب الفين دينار او اثنين ونص وهسه كمل عندي العجين راح اخليه واريحه يعني اه فترة من الوقت ومثل ما جاي يشوفون كورته هاي كورته خليته يرتاح اه تقريبا عشر دقايق الى ربع ساعة واجي فتح العجين طبعا هذا اليوم اه سويته اه الاختي اه اجتنا وطلبت من عندي اه اسوي لها طبعا هذا العشاء يعني هو ذوقها ورأيها اه هي اللي رادت اه خب الصاج فحبيت اسوي اه قدامكم وشوفونا ان شاء الله تستفادوا من عنده واضل شوي افتح بالعجينة ارش شوي طحين واضل افتح بالشوبك الى ان اه تنفتح عندي العجينة اه طبعا اكو اه يعني اه قسم من العجين انا العجينات اه يعني طقيت ان طق الخبزة يعني خبازت الشو الخبزة هم اجت بايدي هم حلو يعني مو الا شوبك وهس اه التاوى عندي حمت بدون ما مسح الدهن او شي اقلبها على الوجهين وستويتها هسا عندي صدور دجاج او روب ومجموعة من البهارات نص ليمونة مليح بابريكا كاري فلفل اسود ثوم ثوم مطحون عندي وسنثوم وهذا اخير شي فلفل حار الفلفل حار اكيد حسب الرغبة هسا اه راح اجي اه قطع اه صدر الدجاج يعني الحجم راح تشوفونا شونه راح اخلي شوي شكل طولاني لانه اه اريد الفها بعدين بالخبز مال الصاج اريده مريح بالشغل هتش حجم يعني راح اسوي انا اخلص كل هذي الكمية هسا اخير شي شوفو حجمها هيتش الشكل هاي راح اسويها هسا راح اجي اه اخلطها هي والروب والابهارات وطبعا شقد راح اخليها اخليها اربع ساعات اقل شي اربع ساعات يعني انتي اكيد اذا استوين خبصة اجتحضرينها قبل بوقت هاي عندي روب هاي البهارات كلها راح اخليها سوي ما عدا اه سن الثوم راح شوي اه ابرشة وقلت لكم التتبيه لتقريبا اربع ساعات او اكثر خليها بالثلاجة ما عليش او قبل بيوم مثل او قبل بيوم تنقعينها بالثلاجة تخلي هاي المواد كلها الخلطة وتخليها بالثلاجة طبعا يعني خصوصا نشتري منبرخ خبز الصاج تعرفون اكيد يعني السعر غالي ويعني الشي قليل فالخصوصا العوائل ما راح تفيتها كمية الشترين وطبعا نظيفة كيد وشغل ايدك وبيتك وحتى هاي قشر الليمون قصصت قطعة صغيرة وراح اه وية تتبيلة الدجاج راح اخليها واخير شي ثوم راح اخلط هاي السلموات كلها سوية وراح اتركها اقل شي اربع ساعات بالثلاجة تردين زايدين لوقيتها براحتش مثل عندي الشغل او تخليها بالثلاجة ما علي الشي قسا عندي الى انتظرها الى ان مثل ما قلت تتبل وارجعها ساعة تتبيلة كلها راح اخليها واضل احمس بها شوفوا شون راح تشرب كل هذي المواد نفس السوائل ما غيرت شي ولا اضفت شي الى انت انشف عندي كل شبناء السوائل تشربها ما اقلكم الشكل الطعم جنن جربوها حبايب واكيد انتوا الاكثر الاكثرية شاطرات ونادرات والسونا الشغلات هسا راح اسوي حمص بطحينة عندي لبلبي مسلوق وزيت زيتون وليمون وملح وكمون وسنثوم هسا راح اجي اخلط هاي المواد السوية هاي زيت الزيتون نس كوب او نص قاسة الليمون نص قاسة والبهارات والبهارات الكمون والسن الثوم خليته وهذا عندي اخير شي ماي اللبلبي خلطتهم زيان وهسا خليت راشي راشي خليت ثلاث الى اربع اخواشيق راشي وهذا عندي كمل حمص بطحينة كمل عندي حمص بطحينة طبعا اطيب اطيب بنتجاهز وشغل بيتش وضامنته 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 ما اقلكم والله طعمه مولي انسويته بس طعمه فتشي يعني والثخن والخفة مالته براحتكم انتم شون تحبوني هسا اكمل عندي خبز الصاج الحشوة بردت راح ابدي بشغل لفات الصاج هاي عندي بوتيته قليته وهاي الحشوة مالته جاهزة وعندي بصل وفلفل بارد وعندي طرشي يعني طرشي او عندش مثل اخيار مملح هاي عندي اه مايونيز راح امسح به الخبز الصاج مايونيز اوروب خلطت مايونيز اوروب المسح الخبز مالة الصاج وابدي بلفه طبعا انت حسب اللي شنو تحبينه تخليين بيه بس هادي المواد الاساسية اللي اه موجودة بخبز الصاج او لفات الصاج وهاي كتشب انتش تحبين كتشب حار كتشب بارد هذا اه ذوق شخصي واضل اه استمر الى ان اخلص كل هذه الكمية اللي عندي طبعا هذا قلت لكم الروب والمايونيز اه مهم يعني ادخلينا باللفه اه مالة الصاج ينطيها في الطعام وطراوة من داخل وهذا البصل اللي ما يحب يخليه بصل يعني يلي تبقى اه قلت لكم ذوق شخصي حسب شنو تحبون انتو باللفه او سندويشات خبز الصاج طبعا هسان عندي سبع كواب اه سوا عندي اه تقريبا تلاثة وثلاثين خبزة يعني يعني هو من كيلو طحين سبع كواب تقريبا كيلو طحين فسوالي هاي الكمية اللي ما شاء الله اه يعني سويتها على وجبتين يعني يعني هو افضل من اللي اشتري بره صراح لانه اه خصوصا خبز الصاج غالي عشر خبزات اتوقع باثنين ونص يعني خصوصا العوائل يعني خصوصا العوائل ما تفيدهم يعني يجي شيء اه مثل ما جايشوون عندي اه شواية مو خاصة للصاج هي بس يتنطيني النتيجة مالة الصاج يعني اكو كابسات خاصة للصاج بس هاي اللي عندي شواية يعني هم تتفي بالغرض و جابت للشغل مضبوط يعني هسا مسحته شوي بزيت واضغط عليهم ضغطه وبعدين انتظرهم شوي شون وشوفوا هسا صارت عندي هاي الخطوط وعلى الجهة الثانية هم صارت هاي اللي عندي الخطوط يعني هي الخطوط اللي اه شكلها يصير اه نفسه سلدويشات الصاج وهادي خلص اليوم الوجبة مالتنا وطبعا هاي التفاحية وان شاء الله في فيديوهات قادمة اسويها طبعا المقبلات الباردة المريحة الخفيفة وهذا عشان اليوم ان شاء الله أعجبكم حبايبي وان شاء الله هاي الطريقة السهلة و الكل يقدر يطبقها وشكرا حبايبي والحسن المشاهدة ولا تنسوني حبايبي باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس مع ألف سلامة